اشتركوا في القناة اشتركوا في صحة جيدة لنضموا جدد نقولهم رحبا بكم في القناة ان شاء الله تنال اعجابكم اليوم جبت لكم فرد في الرياضيات للسنة الثالثة متوسط دوك نقراه لكم ونحلو شفاهيا ونخلي لكم الحل مفصل في صندوق الوصف تصيبوه على شكل pdf تم بريمي واذا حبيتو واذا حبيتو تشوفو الحل برد تصيبوه في صندوق الوصف الان نبدأ في الثمانين الاول ما هي اشارة العبارة مع التعليل هنا لايجات الاشارة نقوم بحساب العدد العوامل الساليبة هنا العدد العوامل الساليبة هو ثلاثة اذا اشارته ساليبة اثانيا اليك العبارات سي وبي هنا سي نقوم بتوحيد المقامات بما ان المقام مختلف نقوم بتوحيد المقامات اذا هنا نضرب اربعة في اثنان البسط ايضا في اثنان ونقوم بحساب عادي البي هنا لدي ثلاثة على احد عشر قسمة اثنان على احد عشر ناقص ثلاثون على ستة عشر هنا الاولوية للأقواس نقوم بوضع القسمة تصبح ضرب في مقلوب الكسر مقلوب اثنان على احد عشر هو احد عشر على اثنان ونقوم بحساب عادي المقارنة هنا المقارنة نقوم بتوحيد المقامات واذا كان المقام متساوي نقوم بمقارنة البسط واذا كان البسط متساوي نقوم بمقارنة المقام اذا ثالثا قدرت تكاليف بناء مسجد مبلغ ستة وتمانون الف وخمسمائة حيث ساهمت الحكومة بنصف المبلغ وتحملت الولايات خمس المبلغ ودفعت البلدية سدوس المبلغ اما المبلغ الباقي فسدده من طرف المواطنين ما هو الكسر الذي يمثل مساهمة المواطنين لاجد الكسر الذي يمثل مساهمة المواطنين هو يجب نقوم بتوحيد المقامات كل الكسر نقوم بجمعها ثم نقوم بواحد ننقص له جمع هذه الكسر الثلاثة الآن سؤال احسب للمبلغ الذي ساهمت به كل من الحكومة والولاية هنا لإيجاد المبلغ الذي ساهمت به الحكومة لدي ساهمت الحكومة نصف المبلغ إذن نضرب المبلغ في نصف أي برب 86500 في واحد ونقوم بقسمتها على اتنان أما الولاية هو خمس المبلغ نقوم بوضع 86500 في واحد قسمة خمسة الآن التمرين الثاني التمرين الثاني ABC مثلث قائم في A ومتساوي الساقين حيث AB يساوي AC ويساوي 4 سنتيمتر إنشاء هذا المثلث نقوم بإنشاء المثلث جيدا ثم عين نقطة M منتصف القطعة BC بين أن المثلثان AMC وMBA متقايسان هنا من الشكل نجد أن تقايس المثلثين حسب خواص تقايس مثلثين إما تقايس كل الأضلع أو تقايس ظلعين وزاوية محصورة بين الظلعين أو زاويتين وظلع محصورة بين الزاويتين على حسب الشكل الآن ثالثا بعين النقطة D نظيرة النقطة B بالنسبة إلى النقطة A رابعا أرسم المستقيم الذي يشمل النقطة A ويوازي المستقيم BD حيث يقطع القطعة DC في النقطة N بين أن النقطة A منتصف القطعة DC استنتج الطول MN أكمل الجمل الآتية بما يناسب نقطة تلاقي المتوسطات الثلاثة لأضلع المثلث هي نقاط هذا المثلث تتقاطع المحاور الثلاثة لأضلع المثلث في واحدة تسمى نقاط وهي مركز نقاط الحل تاع هذا التمرين إن شاء الله تصيبه في صندوق الوصف هذا الموضوع حبيت نخليه لكم هكذا لتحاولوا فيه وتصيبوا الحل إن شاء الله في صندوق الوصف إذن مأبغاليرين قولكم سلام ترجمة نانسي قنقر